في اليوم 375 على تواجدي داخل المجلس النيابي انفازاً لأحكام الدستور بانتخاب رئيس الجمهورية أيها الانقلابيون على الدستور لن يرحمكم التاريخ إن انتظام الحياة العامة كما عمل مؤسسات الدولة لا يستقيم إلا باحترام أحكام الدستور والتقيض بها إن الدستور ليس فقط مواد قانونية ملزمة التطبيق إنما أيضاً مبادئ وقواعد تطبط تطبيقه وتفسيره فالمبدأ الدستوري الواجب الانصياع إليه والذي يرعى انتظام الحياة العامة هو مبدأ استمرارية السلطة وهذا المبدأ يتنافى بطبيعته مع الزعم بحق التعطيل إن الدستور يفرض على النواب واجب وطني وهو انتخاب رئيس للجمهورية ولا يحق لنا التلاعب بهذا الاستحقاق البالغ الأهمية ولا استسهال التغاضي عن إتمامه هذا ما يؤكده الدكتور وليد عبلة حين يشرح المادة 74 من الدستور ويقول عندما تخلو سدة الرئاسة لأي سبب يصبح مجلس النواب بمقتضى الدستور في طور انعقاد حكمي مؤهلا لانتخاب رئيس للجمهورية ويظل في حالة انعقاد إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد موجود بمرجع دراسات القانون الدستوري للدكتور عبلة هذا أيضا ما يؤكد عليه الدكتور اميل بجاني حيث يقول حيث يؤكد عفوا على رفضه المطلق لأي تعطيل لانتخاب رئيس للجمهورية فيقول التغيب من دون عذر والمؤدي إلى تعطيل انتخاب الرئيس هو مخالف للدستور ذا كأن الدستور يعتبر أن الحضور هو بمثابة قاعدة وجوبية وهذا ما يتوافق أيضا مع رأي العلامة حسن الرفاعي الذي نعود ونكرره بأن الحيلولة المتعمدة دون انتخاب رئيس للجمهورية هي بمثابة تعطيل للنظام وانقلاب عليه وعليه بات على النواب الاجتماع فورا من دون أي دعوة وبصورة حكمية لانتخاب رئيس للجمهورية وأي جلسة يجتمع فيها نواب بأغلبية ما تشير إليها المادة 49 من الدستور تصبح مؤهلة حكما لانتخاب رئيس جديد للبلاد ويترتب عليها الشروع في هذا الأمر دون مناقشة أو أي عمل آخر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر